إلى ذلك أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عريضة شارك فيها علماء الدين والشريعة لاستنكار التدخلات الإيرانية السافرة في مملكة البحرية البيان الذي شارك فيه المئات من العلماء من الطائفتين الكريمتين أدان أيضا التفجيرات والأعمال الإرهابية التي حدثت في المملكة التفاصيل في التقرير التالي أصدر علماء الدين بمملكة البحرين بيانا استنكروا فيه التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة ومؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة البحرين لمواجهة مثل تلك التدخلات السافرة والتي تخالف مبادئ الإسلام السامية في مراعاة حقوق الجوار وعدم المساس بها والاستنكارهم الشديد للتدخلات الإيرانية المتكررة في مملكة البحرين وهذه التدخلات التي تكررت وهي سافرة مستنكرة ومرفوضة شرعا وعرفا ودينا وقانونا البيان الذي صدر من قبل المجلس الإسلامي الأعلى هو رسالة واضحة وصريحة لإدانة وشجب كل أشكال التدخل الخارجي بما فيها الإيراني أو غير الإيراني وهو يعبر عن رسالة تضامنية بين علماء الطائفتين الكريمتين البيان الذي وقع عليه المئات من العلماء أكد أن الدين يحتم رفض الأعمال الإرهابية التي تضر بالأمن الاجتماعي والتعايش السلمي إضافة إلى التدخلات الإيرانية مشددين على أن شعب البحرين واحد ويقف بحزم مع كل ما ستتخذه قيادة البحرين من خطوات لحفظ الأمن والاستقرار والسيادة وصل الغرور إلى أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أن يعلن بكل وضوح وأنه سوف يساند أي عمل ضد الدول القائمة ومثل البحرين والسعودية والكويت وغيرها جئنا هنا علماء ومشايخ ودعاء مملكة البحرين لنسجل رسالة وموقفا للعلماء سنة وشيعة قائلين لا للتدخلات الإيرانية وفي شؤوننا الداخلية واستنكروا عمليات التفجير والتخريب وشق الصف وما يجعله البعض من سبيل لهم لتحقيق أهدافهم ضاربين بذلك سبيل المصلحة العليا للدين والوطن طبعا الإرهاب مرفوض لأنه لا يخدم الإنسان ولا يخدم الإنسان من جميع الجهات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية فالإرهاب كلمة سلبية على الإنسان نفسيا واجتماعيا واقتصاديا فتؤثر على الإنسان من جميع الجهات أنها من الجرائم الكبيرة والمنكرات الفضيعة والشنيعة التي أكد عليها أو على حرمتها الشريعة الإسلامية أكدت على مثل هذه الأعمال أنها أعمال مجرمة وأفعال مجرمة في الشريعة الإسلامية ولها عقاب يصل إلى حد القتل مثل هذه الأمور مرفوضة شرعا وقانونا وعرفا وعقلا يعني الإنسان وبالخصوص يتعدى على رجال الأمن وهم الحفظ لهذا البلد ولهذه الدولة الموقعة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلنت تمديد فترة التوقيع على البيان حتى الاثنين المقبل نظرا لشدة إقبال العلماء مع وجود أماكن أخرى للتوقيع كالأوقاف السنية والجعفرية إضافة إلى العريضة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة حذيف إبراهيم لمركز الأخبار تلفزيون البحرين